اخر نقطة خالص بالنسبة لحصوص حتة هي زي ما تعودنا برضو موضوع الفرقات ما بين الجاب والايفرس وهي سهلة برضو لانها متشابهة كتير مع كل اللي قلنا قبل كده. الحتة الوحيدة المرتبطة زي ما قلنا بموضوع هي انك تعمل دي عشان دايما تبقى مخافز على بتاعتك. يمكن الكلام ده هنسمعه على كده كتير لما نيجي نتكلم على الاستراتيجيك والكلام ده. فاللي مرتبط بي الجاب تقول لك في بعض حالات معينة يعني استثناءات الجاب حددتها يزهر لك بقى هنا موضوع ان الجاب فاكرين يونيت ولا ما قلنا ايه يزهر لك الكلام ده حدد لك بقى حالات معينة كده يقول لك لا دي تعمل لها ولكن القاعدة العامة ان او كوست اللي مرتبطة بتبقى بتبقى يقول لك يخدها يزود على قيمة الانتانجيبال اسيت اللي عنده ويعمل لها كمام طيب طبعا لو هي لها عسان يشغلها بدمن الامورتيزيشن ملهز وتحطط على قيمة عندها عشان ساعتها يدخلها في من اجمال ولكن خلينا عارفين جاب جنرالي اكسبنست ايفرس كابيطاليز تمام طيب ري افالواشن الجاب نو ري افالواشن انما بالنسبة للايفرس برميتد ري افالواشن سهلا خدناها في فكس الاسيتس الاجاب روهيبتس ري بيرسل ما عندهمش ري بيرسل للبريفوسلي انما لو حصل تغير في الموقف بتاع تمام الفرقات بقت الموضوع بالنسبة لنا اه سهل اخوان سيبقى كده خلصنا كل الجانب بتاع الاسيتس بتاع البلانشيت اللي موجود في من حيث هنبدأ بقى نخش بعد كده ان شاء الله في قصة ايه تمام طيب افالواشن